أصدر النادي الأهلي بياناً رسمياً حول موقفه والنهائي من المشاركة في السوبر المصري السعودي الذي أعلن مساء اليوم وقال النادي في بيان نشرة في الموقع الرسمي كالتالي كلما نشرة وأشيع فيه السابق عن اعتذار النادي الأهلي عن المشاركة في كأس السوبر المصري السعودي غير صحيح تحفظ النادي الأهلي كان على توقيت المباراة 8 نوفمبر 2018 والتي ستتعارض مع التزامات الأفريقية في حالة وصول نهائي البطولة وهو ما أرسله النادي الأهلي لاتحاد كرة القدم في خطاب رسمي في الإسبوع الأول من أغسطس أما إقامة المباراة في المملكة العربية السعودية التي نكن لمقدساتها ولجماهريتها كل الحب والتقدير فلم تكن أبداً هي محل الخلاف كلام مهم جداً هنعيد على حضرتك أكيد وأضاف أما عن المباراة القادمة بين النادي الأهلي ونادي الهلال في الرياض على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تحدد لها يوم السادس من أكتوبر فقد تواصل مهندس هاني أبريد رئيس التحاد المصري لكرة القدم مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مبدياً رغبة الاتحادين المصري والسعودي في إقامتها احتفالاً بذكرى حرب أكتوبر المجيدة وتوطيداً للعلاقات المتميزة بين الشعبين الكبيرين وبعد دراسة الاقتراح مع أعضاء مجلس إدارة النادي والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم أبدى الكابتن الخطيب استعداد النادي الأهلي وترحيبه بإقامة المباراة في حالة الاستجابة لطلب النادي الأهلي بتأجيل مواعيد ارتباطات فريق كرة القدم في البطولة العربية وبطولة الدوري العام وتعديل مواعيد مبارتي الزهاب والعودة في نصف نهائي بطولة أفريقا لأبطال الدوري في حالة بلوغ النادي الأهلي إن شاء الله لهذا الدور ونحن في انتظار رد الاتحاد المصري لكرة القدم بعد التنصيق مع الاتحاد العربي والاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتفاق مع الاتحاد السعودي على تفاصيل وترتيب إقامة المباراة النادي الأهلي بيرحب دائماً بأي حاجة في مصلحة الكرة عموماً وفي مصلحة الرياضة العربية فأكيد النادي الأهلي هو خير مثال لهذا الكلام اشتركوا في القناة